بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الثاني الابتدائي أسعد كثيرا كثيرا بلقياكم في درس جديد من دروسي مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الثاني الابتدائي وأرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل وأحسن ترحيب كما أرحب بزميلي من لغة الإشارة الأستاذ صالح العوجان وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولا الصف أو المرحلة الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع الدرس آداب النظافة نظافة الملابس والمكان وإلى أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها أنا وإياكم بإذن الله تعالى أول الأهداف أن يعلل الطالب أو الطالبة عدم استخدام مناشف الآخرين لماذا لا أستخدم من شفة غيري؟ أن يبين الطالب أو الطالبة السلوك الصحيح عند اتساخ ملابسهما أيضا أن يلون الطالب أو الطالبة بطريقة صحيحة في نشاط رقم واحد صفحة 52 أن يحل الطالب أو الطالبة الأنشطة والتقويم هذه بعض أهدافنا التي أسعى أنا وإياكم بإذن الله تعالى للوصول إليها وإلى تحقيقها بإذن الله تعالى دائما عند بداية كل درس أستعد بإحضار الكتاب المدرسي وأحضر جميع الأدوات قلم الرصاص والبراية والممحاة والألوان وغير ذلك حتى أكون على أهبة الاستعداد ودرس اليوم بإذن الله تعالى في تلوين فلابد أن تكون الألوان بجانبكم استعدادا للفقرة الخاصة بالتلوين في الدرس الماضي تناولنا ما يأتي التعرف على الصور المعروضة في صفحة 46 آثار عدم غسل يدي قبل الأكل قص الأظهار والحكم منه أهتم بنظافة فمي وأمفي ويدي الاغتسال والاقتصاد في الماء كما قمنا بحل الأنشطة والتقويم في ذلك الدرس فتعالوا نتذكر بعض الفقرات التي تعلمناها في ذلك الدرس قمنا بالدرس الماضي بالتعرف على الأدوات التي نحتاجها إلى أو في نظافة أجسادنا وشعورنا وأظفارنا وغير ذلك وقمنا بالتوصيل مع هذه الأشياء التي نحتاجها مثل المشت والفرشا والمعجون والمناشف والصابون أو المنظفات والماء ومقص الأظفار والسواك والمناديل وغير ذلك وعرفنا أنني أغسل أو أنه يجب علي أن أغسل يدي قبل تناول الطعام لماذا؟ حفاظا على صحتي لأنني إذا لم أغسل يدي قبل تناول الطعام فإن بطني سيؤلمني كما أنني أستخدم الفرشا والمعجون لنظافة فمي وأسناني إذن أستخدم لنظافة فمي وأسناني الفرشا والمعجون والسواك أيضا أنني أقص أظفاري كلما طالت لأنني إذا لم أقص أظفاري فستجمع تحتها الجراثيم والأوساخ وأنني أنظف أنفي بالماء والمنديل حتى يبقى دائما نظيفا لأنه أيضا بوابة أخرى من البوابات التي تدخل إلى الجسم عندنا الفم بوابة والأنف أيضا بوابة أخرى ولكنني أراعي مشاعر الناس وأهتم أيضا بنظافة جسدي فلا أستخدم يدي مباشرة بدون ماء وبدون منديل في تنظيف فمي وأعبث بيدي داخل أنفي هذا خطأ وإنما أستخدم الماء أو المناديل لأنني إذا استخدمت يدي مباشرة وعبثته بأنفي فإن ذلك فيه عدم احترام للآخرين وعدم التزام بآداب النظافة إذن أنني عرفت أنني إذا لم أقص أظفاري فإن الجراثيم والأوساخ ستتجمع تحتها وعرفنا أيضا في ذلك الدرس أنني أحرص على ماذا أحسنتم على الاغتسال كل يوم جمعة أحسنتم بارك الله فيكم فقط يوم الجمعة وكلما احتجت إلى ذلك أيضا فإنني أغتسل وأيضا أغسل شعري كلما احتجت إلى ذلك وأنني أستخدم بعض المنظفات والأدوات للعناية بشعري وأهتم بشعري ونظافته أيضا هذه معلومة من المعلومات المهمة التي ينبغي علينا الاهتمام بها حتى نعرف أثر الإسراف في الماء لاحظوا هل تصدق أن الفرد يستهلك 76 لتر من المياه يوميا في الاستحمام تخيلوا هذا الماء نعمة من الله وهو مكلف في وصوله إلينا ومع ذلك نهدر كل هذه الكميات من الماء في الاغتسال بعضنا يفتح الماء ويذهب ويعود أو يتكلم أو يفعل أشياء خطأ أو يترك نفسه هكذا هذا فيه إسراف في استخدام الماء تخيلوا 76 لتر من الماء يستهلكها الفرد الواحد هذا الماء كلف الدولة الكثير حتى يصل إلينا بهذه الطريقة النقية ويصل إلينا بهذه العذوبة فينبغي علينا أن نحافظ على استخدام الماء اقتداعا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا التزاما بتوجيهات ولاة أمريا إذن للمزيد حول ترشيد استهلاك المياه هناك موقع تفضل بزيارة موقع البرنامج الوطني لترشيد الاستهلاك قطرة عن طريق هذا الرابط الرقمي ادخلوا عليه ستجدون معلومات جميلة وأشياء رائعة تستفيدون منها بخصوص هذا الأمر إذن قمنا أيضا بحل هذا السؤال وعرفنا أنني أستخدم المناديل أو المنديل لنظافة أنفي وأنني أغسل اليدين قبل الأكل حتى يجنبني التلوث وأحرص على نظافة أنفي وفمي دائما وأنني أغتسل يوم الجمعة وأتنظف وغير ملابسي وأنني إذا اتسخ شعري فإنني أغسله بالماء هذه بعض المعلومات التي تناولناها في الدرس الماضي أما الآن فلنبدأ درس اليوم والذي بإذن الله تعالى سنتناول فيه ما يأتي أولا التعرف على الصور المعروضة في صفحة 52 اثنين السلوك الصحيح عند اتساخ الملابس ثلاثة الذكر سبب لطمأنينة القلب أربعة تجنب البول قائما والحكمة من ذلك خمسة لماذا أكتب في أماكن مخصصة ما الأشياء التي أكتب عليها أهتم بنظافة دورة المياه كما سأقوم أو نقوم بحل الأنشطة والتقويم بإذن الله تعالى كل هذا سنتناوله في قسم الفقه من كتاب الدراسات الإسلامية وهذا هو موضوع درسنا نظافة الملابس والمكان وهو من مواضيع الوحدة الثالثة وهو الدرس الأخير في هذا الفصل في صفحة 52 هذا هو درسنا نظافة الملابس والمكان وبإمكانكم الدخول عبر هذا الرابط الرقمي بواسطة الأجهزة الحديثة والاستفادة من الكتب الإلكترونية وغير ذلك مما قد تستفيدون منه نظافة الملابس والمكان عرفنا في الدرس السابق نظافة البدن هل تكفي نظافة البدن؟ بدني نظيف لكن ملابسي ليست نظيفة مكاني الذي أجرس فيه ليس نظيفا إذن هذه الأشياء لا بد أن تتكامل بدني نظيف ملابسي نظيفة مكاني الذي أجرس فيه أيضا نظيف إذن هذه الأمور الثلاثة علينا أن نهتم بها أحرص أن يكون لباسي نظيفا دائما أستخدم منشفتي الخاص عندما أحتاجها أظهر دائما بملابس نظيفة ومرتبة إذن أحرص أن يكون لباسي نظيفا فإذا اتسخ قمت بغسره أو تغييره أستخدم منشفتي الخاص عندما أغتسل فإنني لا أخذ أي منشفة أجدها لأنها قد تكون لشخص آخر واستخدمها في تنظيف بدني وعلقة بها من الأوساخ الخاصة بذلك الشخص ولذلك أنا أحافظ على أغراضي الخاصة منشفتي الخاصة وتكون نظيفة وأستخدمها عندما أحتاجها أيضا أظهر دائما بملابس نظيفة ومرتبة لا أظهر للآخرين بملابس متسخة أو قذرة لا وإنما دائما أظهر بملابس نظيفة ومرتبة ماذا أفعل إذا اتسخت ملابسي؟ ملابسي لبستها نظيفة من بالبيت والدتي أو أختي التي أكبر مني أو غير ذلك قدرت تبولي الملابس وأصبحت نظيفة وجميلة ثم بعد ذلك لبستها وهي نظيفة ولكني ربما شربت عصيرا أو أكلت طعاما أو مررت بمكان فاتسخت ملابسي فهل أتركها لأنني لبستها نظيفة؟ أم ماذا أفعل؟ ماذا أفعل إذا اتسخت ملابسي؟ أحسنتم أغيرها ممتاز أضعها في المكان الخاص للملابس المتسخة أحسنتم وألبس غيرها جميل أغسلها أحسنتم إذن لدينا عدة تصرفات أضعها في المكان المخصص للملابس إذا كان الوسخ كثيرا لا يمكن تضيفها أضعها في المكان المخصص للملابس المتسخة استعدادا لغسلها وألبس أخرى نظيفة وألبس أخرى نظيفة لماذا لا أستخدم مناشف الآخرين؟ هذه من شفة؟ ما شاء الله نظيفة بيضاء وهذا الشاب يأخذ من شفته الخاصة ولكن هناك من سأل هذا الشاب قال له لماذا لا أستخدم مناشف الآخرين؟ أحسنتم قد قلنا الإجابة قبل قليل أحسنتم لأن هذه المناشف خاصة بهم قد يعلق بها بعض الأوساخ ولأن استخدام مناشف الآخرين قد يكون سببا لنقل الأمراض ونقل الجراثيم وغير ذلك إذن حتى لا تنتقل المراض والجراثيم وهي أشياء خاصة بهم فلا أستخدمها الآن عندكم هذا السؤال سأترككم للاحظات لكي تلونوا ولونوا بطريقة صحيحة وأكملوا التلوين بعد نهاية الدرس أجعل لكم لحظات لتلونوا بعض هذه الجملة لحظات ثم أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر هل قمتم بالتلوين حاولوا أن لا تخرجوا عن الخط يكون التنظيم أو التلوين منظما وجميلا ورائعا واختاروا الألوان المناسبة لاحظوا هذه أجلكم الله دورة مياه أتجنب التبول قائما وأحافظ على دورات المياه لماذا أتجنب البول قائما لأنني إذا بلت قائما فإن البول سينتشر وسيتسخ المكان وربما يأتيني بعض الرذاذ منه وهذا مؤذي لي ومؤذي للآخرين أكتب في الأماكن المخصصة للكتابة لدي دفتري الخاص أو إذا كان لدي في البيت سبورة خاصة أو غير ذلك فإنني أكتب عليها العشياء الخاصة بي المخصصة للكتابة أكتب عليها ولكني لا أكتب في الأماكن التي يمنع من الكتابة فيها ما رأيكم بمن يكتب على الجدران؟ ما رأيكم في ذلك؟ هل هذا التصرف صحيح؟ لا شك أنه غير صحيح ولا يدل على الأدب ولا يدل على النظافة ولا يدل على الاحترام ولا يدل على المحافظة على الممتلكات الآخرين إذن نبتعد عن هذا الأمر الخطأ كيف نحافظ على دورات المياه؟ كيف نحافظ على دورات المياه؟ أحسنتم بارك الله فيكم إذن أولاً أقضي حاجتي بطريقة صحيحة ثانياً أنظف مكاني بعد الاستعمال أولاً أقضي حاجتي بطريقة صحيحة حتى لا يكون هناك أشياء توسخ دورة المياه ثم بعد ذلك أنظف دورة المياه بعد استعمالي ما الأشياء التي يمكن الكتابة عليها؟ ما الأشياء التي تمكن أو يمكن الكتابة عليها؟ ما الأشياء التي تمكن الكتابة عليها؟ أحسنتم السبورة بعد إذن معلمي أو معلمتي إذا سمح لي المعلم أو المعلمة بالكتابة على السبورة فإنني أكتب عليها أيضاً دفتري الخاص الدفتر المخصص لذلك أحسنتم مبارك الله فيكم أين أضع النفايات إذا انتهيت منها؟ هل أرميها في الشارع هكذا؟ أم أضعها في المكان المخصص؟ إذن أضعوا النفايات في المكان المخصص كما يفعل هذا الشاب ما شاء الله عليه أما هذا الآخر هداه الله وأصلحه الله فقد ألقى هذه النفايات في الشارع وشوها المنظر وتسبب في أذية الآخرين وأصبح هناك صعوبة على رجال النظافة أو البلدية أو غير ذلك يتعبهم وغير ذلك وشوها هذا المنظر وهو لا يدل على الاحترام ولا يدل على الذوق ولا يدل على النظافة المسلم دائماً حريص على أن يكونوا منظمان مرتبان نظيفان لا يؤذي الآخرين هذا مطلوب منكم أن تقوموا به في مدرستكم نشاط رقم 2 بالتعاون مع مجموعة أقوم بجملة أو بحملة عفوا أقوم بحملة للنظافة في مدرستي بالتعاون مع مجموعة أقوم بحملة للنظافة في مدرسي لتوجيه معلمكم أو معلمتكم تقوموا بهذه الحملة ربما تحضرون مثلاً ترتبون السلال سلال للنفايات ربما تضعون ملصقات أو أوراق ربما تقومون بالتناصح على ذلك المهم أن تخرج المدرسة بشكل جميل مرائع ومرتب وتكون قدوة لغيركم الآن وصلنا إلى التقويم أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة فيما يأتي إذا وجدت من شفة لا تخصني في دورة المياه فإنني هل أستخدمها أو لا أستخدمها ما رأيكم أنتم؟ أحسنتم لا أستخدمها إذا سكب العصير على ملابسي فإنني أنظفها أو أبقيها علي ما رأيكم أنتم؟ ما التصرف الذي تقومون به؟ أحسنتم أنظفها بارك الله فيكم بارك الله فيكم ألون الدائرة التي بجوار الصورة التي تدل على فعل صحيحة هذه الصور لاحظوا لكن سأجزئها حتى تكون بشكل أوضح هذه هتين انظروا إلى هتين الصورتين أصب الماء في المرحاض قبل الخروج من دورة المياه إذن نلون هنا أترك النفايات تتجمع أمام باب المنزل لا هذا تصرف غير صحيح هذا تصرف غير صحيح ولذلك لا ألون الدائرة أكتب على جدار المدرسة هل ألون الدائرة؟ هل هذا فعل صحيح؟ لا ألقي العلبة الفارغة في سلة المهملات كما يفعل هذا الشاب إذن هذا هو التصرف الصحيح أحسنتم أرسم في كراسة الخاصة بالرسم ما رأيكم؟ إذن صحيح إذن صحيح أعبث بالماء وأنا في دورة المياه كما يفعل هذين أو كما يفعل هذان كما يفعل هذان الولدان أصلحهم الله لقد أسرفوا في استخدام الماء وآذوا الناس إذن خطأ لا نلون أكتبوا كلمة جيد تحت الصورة الصحيحة وكلمة سيئة تحت الصورة الخطأ شارع نظيف المرتب وشارع متسخ أين الجيد وأين السيء؟ أحسنتم هذا جيد وهذا سيء أحسنتم مبارك الله فيكم جدار نظيف وجدار متسخ قد كتب عليه بعض الأولاد أصلحهم الله أين الجيد وأين السيء؟ أحسنتم هذا جيد وهذا سيء أحسنتم دورة مياه قد عبث بها متسخة انظروا حذا هنا ومناديل هنا وهنا قد ألقيت سلة المهملات وهذا الأنبوب أنبوب الماء قد عبث به هذا تصرف خطأ ولا شك سيء والآخر ما شاء الله نظيف مرتب نضاء تحته جيد إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا شكرا لأدبكم وإصائكم وذوقكم ألقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد وأنتم نحن في صحة وعافية وفي خير وعلى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته